الصاعدين رسميا الى نصف نهائي بطولة كأس الامم الافريقية للاعبين المحليين الشان المقامة حاليا بالجزائر 2023 مواجهات نصف النهائي مشوار البطولة وصولا الى المباراة النهائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا بيكم في فيديو جديد في ظل متابعتنا المستمرة لبطولة الشان بالجزائر الشقيق النهاردة كنا بنلعب مبارتين في نصف نهائي البطولة وصلنا خلاص للمراحل الحاسمة اول مباراة كانت ما بين الجزائر وكوتيفور الجزائر وسحل العج كانت مباراة مسيرة حتى اخر دقيقة يعني تقولي الجمهور بسم الله ما شاء الله تشجيع منقطع النظير الملعب ممتلئ عن اخره المباراة كانت ممتعة حتى اخر دقيقة مش عارفين مين هيفوز مباراة تنفسية من الدرجة الاولى ايضا الملعب والتنظيم وكل حاجة كانت على اكمل ما يرام وجاء الهدف القاتل للمنتخب الجزائري في الوقت بدل من الضائع في الديئة تقريبا 94 او 95 عن طريق المنقذ محيوس اللي دايما بيحرز اهداف المنتخب الجزائري ودايما هو الصباق في احراز الاهداف ونفس النتيجة في اربع مباراة يتقلق المنتخب الجزائري ويتأهل الى نصف نهاية بطولة كأس الامم الافريقية لللاعبين المحليين الشان مبروك للمنتخب الجزائر والجمهور الجزائر وان شاء الله هو ممثلنا العربي الوحيد الان في البطولة يتفوق ويفوز بالبطولة وان باركله بطولة كأس الامم الافريقية الجزائر اول المتاهلين الى نصف النهاية المباراة التانية اللي كانت في نصف النهاية معلش ارجع قولكم ان المنتخب الجزائر فاز في الاربع مباريات واحد مقابل شيء وخرج بشباك نظيفة لم يتلقى ولا هدف حتى الان في البطولة المباراة التانية كانت ما بين السنغال وموريتانيا وللأسف كنا عايزين منتخب موريتانيا يصل الى نصف النهاية لكن السنغال فازت على منتخب موريتانيا بنفس الطريقة ضربة جزائر في الديئة 34 لتتأهل السنغال الى دور نصف النهاية هارض لك لمنتخب موريتانيا الشخوي يجيب عندنا الجزائر وصلت لنصف النهاية والسنغال وصلت لنصف النهاية اما مواجهات نصف النهاية ستكون على النحو التالي يعني غدا هيكون مباريات ربع النهاية او تكملة مباريات ربع النهاية السبت 28-01-2023 عندنا مباراة الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر ما بين مضغشكر وموزنبيك والمباراة التانية هتكون الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر ما بين النيجر وغانا دي تكملة مباريات ربع النهاية اما مباريات نصف النهاية او مواجهات نصف النهاية هتكون على النحو التالي منتخب الجزائر يوم 31 يناير 2023 الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر هينتظر الفائز من النيجر وغانا في نصف النهاية يعني اللي هيفوز بكرة من النيجر وغانا هيلعب الجزائر في نصف النهاية يوم 31-01-2023 الساعة 5 مساء المباراة التانية في نصف النهاية منتخب السنغال هو الطرف المنتظر دلوقتي فريق اللي هيلعبه السنغال موجودة هتلاعب اللي يفوز من مدغشكر وموزنبيق اللي هيفوز بكرة من مدغشكر وموزنبيق هيلعب السنغال في نصف النهاية الاخر على طبعا الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر دي مواجهات نصف النهاية مباراة المركز الثالث والرابع هتكون يوم الجمعة 3 فبراير الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر والمباراة النهائية هتكون يوم السبت 4 فبراير الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر كل التوفيق لممثل العرب وممثلنا الآن في البطولة منتخب الجزائر الشقيق إن شاء الله في نصف النهاية يصل إلى النهاية ويحقق البطولة أشان الجزائر 2023 في آخر الفيديو أقول لنا توقعاتكم لمباريات غدا في ربع النهاية مضغشكر مع موزنبيك النيجر مع غانا يطر الجزائر هيلعب مضغشكر أم موزنبيك بتأسف يطر الجزائر هيلعب النيجر مع غانا أو منتخب السنغال هيلعب مضغشكر مع موزنبيك اكتبونا في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته